اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين لقطة اليوم قبل نهاية مباراة الاهلي وفلامينجو بكأس العالم للاندية لتحديد المركز الثالث والتي انتهت بهزيمة النادي الاهلي باربعة اهداف مقابل هدفين بصرف النظر عن الاخطاء التي كانت في المباراة بالجملة من اخطاء دفاعية كارثية واهضار لركلة جزاء واضاعة انفراد لمحمد شريف وبرستاو وطبعا في النهاية بنقول هارد لك للنادي الاهلي قدم مباراة رائعة ولكن للأسف كان ممكن بدل ما يفوز هدفين وثلاثة للأسف اتهزم اربع اهداف مقابل هدفين على عكس سير المباراة شهدت المباراة في اللحظات الاخيرة قبل الانتهاء اه على ملعب طنجة بكأس العالم الاندية نشوب مشدة بالايدي بين اللاعبين في ديئة 104 من زمن اللقاء وقام مصطفى غربال الحكم الجزائري باشهار ثلاثة بطاقات صفراء للاعيب الاهلي وفلامينجو حيث حصلها محمد هاني واحسين الشحات من الاهلي بينما حصل جابريال بربوسة من نادي فلامينجو وانتهت المباراة طبعا بفوز نادي فلامينجو باربعة اهداف مقابل الاهدفين طبعا يعني مشهد مش حلو يعني ما كناش حبين المباراة انتهي باخناقة واخناقة مع مين مع فريق في امريكا الجنوبية يعني الام بيتربوا من صغرهم مع عصابات المافيا